السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء في القناة رجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم اختيال أحد شيوغ بني مالك جنوب العراق إن لله وإن إليه الراجعون أفاد مصدر أمني يوم السلساء باختيال أحد شيوغ بني مالك في ميسان جنوب العراق وقال المصدر أن مسلحين مجهولين فتحوا النار ظهر اليوم اتجاه الشيخ صلاح جلوب الملكي في منطقة أم غربة بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان مما أصفر عن مقتله في الحال وأوضح المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا على مكان الحادث ونقلت جسد الضحية إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في ملابساته وأشار إلى أن الشيخ الضحية كان عضوا في اللجنة الأولمبية العراقية إبان عهد النظام السابق بقيادة صدام حسين إن لله وإن إليه الراجعون سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويصبر زوي سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة وأرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ولا تنسوا أن تدعوا له بالرحمة في التعليقات دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر